معنا من عمان ومباشرة مؤيد الونداوي مستشار في المركز العراقي للدراسات أهلاً وسهلاً بك دكتور مؤيد نعم دكتور مؤيد برأيك ما هي أسباب أو ترجح أسباب سقوط المروحية الأمريكية غربية العراق يعني الآن بات من حكم المؤكد مقتل عسكريين أمريكيين اثنين من مجموع سبعة كانوا على متن الطائرة الهليكوبتر بلاك هوك مساء يوم أمس المنطقة في الواقع تشهد عمليات عسكرية مستمرة منذ وقت طويل ولا تزال هناك أخبار أيضاً صباح هذا اليوم عن مقتل أربع جنود عراقي في نقطة تفتي في منطقة القائم المنطقة التي لا تعبد عنها كثيراً مكان سقوط الطائرة الأمريكية الأمريكان لديهم حضور ناشط عسكري عملياتي سواء في قاعدة عين الأسد في غرب العراق أو في داخل الحدود السورية حيث هناك قاعدة عسكرية أخرى أمريكية من جهة التنف وهذه القاعدتين تتعاون مع بعضهما وهي في ذات وعلى ذات المنطقة هذه المحصورة ما بين القاعدتين حدثت هذه الحادثة طبيعي حتى الآن الأمريكان لا يقرون بسقوط قتلى لهم حمليات عسكرية بمعنى إنجيجمنت في المعركة بقدر ما يقولون أما سقط نتيجة خطأ أو نتيجة تقديم إسناد ومفهوم الإسناد يعني أنهم غير مشاركين بعمل عسكري مباشر مع جهات معينة ومنها إرهابي داعش نعم لكن العلام الحربي العراقي استبقى هذه التحقيقات الأمريكية وأكد ورجح أن سقوط الطائرة هو بسبب خلال فني في الواقع هذه المنطقة لحدها اللحظة فيها جماعات عسكرية كثيرة في الحجد الشعبي فيها أيضا مقاتلين من داعش داعش حتى لا لم تقل شيء بهذا الاتجاه لكن الأمريكان أنفسهم يقولون أنها نتيجة لخلال فني التحقيقات مستمرة لا نعلم إن كان الرقب سيستقر على عسكرين اثنين ربما يزداد أيضا هناك تقارير تشير إلى خلاف ذلك هذه العملية لن تؤثر كثيرا عن الإداءة الأمريكية هي عمليات حوارث ممكنة أن تحصل وحصلت في السابق في أماكن أخرى من العراق الأمريكيين لديهم أكثر من ستة آلاف عسكري في العراق بحث هذا الموضوع موضوع مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق ما بين السيد رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي ونائب الرئيس الأمريكي الأمريكان وقوات التحالف يرون أن هناك مبررات لبقاء هذه القوات في المنطقة هم يرون وحلفائهم الأوروبيين أن داعش في حالة ضعف ولكنها لا تزال موجودة ويتطلب ذلك بقاء هكذا قوات وعمليات التحالف مستمرة خصوصا الأوضاع في سوريا مستمرة لوقت إضافي آخر وداعش يسيطر على بعض المناطق السورية وبالتالي موضوع هذا الوجود العسكري سواء الأمريكي أو لقوات التحالف سيبقى محطة حوار بين الحكومة العراقية وقوات التحالف في مناطق غرب العراق لا يوجد فقط الأمريكان يوجد هناك أيضا قوات من جنسيات أوروبية مختلفة هناك البريطانيين وهناك النرويجيين أيضا موجودين وبالتالي لا أعتقد أن العراق سيشهد قريبا خروج هذه القوات تحت أي عنوان آخر ولكنها بالتأكيد باقية تحت عنوان آخر هو تقديم الدعم والإسناد وتقديم الخبرة التدريبية التي يحتاجها القوات العراقية والقوات العراقية هي الأخرى دكتور مؤيد أيضا هل ما زال بقايا فلول داعش تشكل خطرا على هذه المنطقة خصوصا وأن بعض الشهود أكدوا بأن داعش هو من قام بإسقاط هذه المروحية يعني يجب أن نعترف يعني داعش موجودين كخلايا نائمة وفي مناطق الصحراء تحديدا في مناطق غرب العراق نزولا إلى الحدود مع المملكة العربية السعودية مناطق واسعة جدا لا يمكن لأي قوة عسكرية أن تؤكد أنها قد تمكنت تماما من السيطرة على وضع هذه المنطقة هذه مناطق واعرة وفيها كهوف ومنحنيات يمكن الاختباء بها القوات العراقية لا تزال تعلن أنها تقوم بعمليات تمشيط أرضي وجوي للمنطقة أيضا هناك عمليات عسكرية تأتي من وقت لآخر تحت عنوان دخول مقاتلية بن داعش إلى العراق عبر الأراضي السورية أنت تعلمين أن هذه المنطقة هي محط صراع إيراني أمريكي الأمريكان من جهة لديهم خططهم لعزل إيران من أن تستخدم الأراضي العراقية ممرا لتقديم الإسناد والدعم للنظام في دمشق وأيضا الإيرانيين يحاولون أن يجدون طرق جديدة للمرور عبر الأراضي العراقية سواء عن طريق كربلا باتجاه القائم ومنها إلى سوريا أو من خلال مناطق شمال بغداد أقصد مناطق العظيم أديال العظيم ثم نزولا باتجاه تلافر ومنها إلى الأراضي السورية هذه أيضا ستراتيجيات يسعى كل الأطراف لأن يؤمنها ولكل له أهدافه وغاياته في منع الطرف الآخر من أن يكون له حضور عسكري سواء على الأراضي العراقية أو الأراضي السورية دكتور مؤيد عن ذكر إيران واشنطن أكدت أن لديها أدلة على تدخل إيراني فيما يخص الانتخابات العراقية المقبلة والتأثير عليها برأيك ما هي انعكاسات هذا التدخل الإيراني على مجمل العملية الانتخابية يعني معظم العمليات الانتخابية السابقة شهدت حضور إيراني فاعل في تقرير الكثير من نتائجها النهائية سواء بطريقة إدارة العملية الانتخابية أو بطريقة إجراء الانتخابات اليوم لدينا تصريح واضح من وزير الدفاع الأمريكي بهذا الشأن يؤكد فيه أن إيران تتدخل فعليا لأجل حرف الانتخابات بطريقة أخرى لتؤمن مصالحها في العراق وذات الأمر تكرر اليوم في المقالمة الهاتفية بين رئيس الوزراء ونائب الرئيس الأمريكي صباح هذا اليوم أنا ما أكد النائب الرئيس بضرورة أن تكون هناك انتخابات نزيهة شفافة بعيدة عن تدخل أي طرف من الأطراف الدولية هذه عملية تقلق الأمريكان في الواقع الإيراني موجودين موجودين على كل المستويات وبطريقة فاعلة هم موجودين عسكريا وسياسيا واجتماعيا ولديهم حلفاء مخلصين لهم ولا يخفون ذلك لديهم أيضا جماعات مسلحة تؤمن بولاية الفقيه وقد دخلت الانتخابات تحت عنوين سياسية جديدة وبالتالي هؤلاء بالتأكيد يحاولون أن يخوضون انتخابات لصالحهم ولنتذكر في النهاية أن من سيقرر من سيكون المرشح لعياسة الوزارة هي ظهران وواشنطن ولربما بموافقة وتأييد المرجعية الدينية في النجف حصل هذا بشكل واضح وأكيد في عام 2014 أن ما تم حرمان السيد نور المالكي من دورة ثالثة وحل محله السيد العبادي الذي تشير التقارير أنه لا يزال يحظى بتأييد عربي وإقليمي ودولي كبير لربما من المؤكد سيفوز بدورة ثانية نعم إذن دكتور مؤيد الونداوي مستشار في المركز العراقي للدراسات كنت معنا مباشرة من عمان شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر